تلفزيون عادي. تلفزيون صيني. مش هتفرق كتير سواء كان واحد وعشرون بوصة او اكتر او اقل. لان الكلام اللي احنا هنشرحه النهاردة ليه علاقة بكل الاجهزة الصيني. وخصوصا النوع ده والشكل اللي انت شايف قدامك ده. المشكلة دي بكل بساطة الزبون قال لي التلفزيون الصوت شغال كويس ومية مية ولكن مفيش صورة نهائي. خدت منه الجهاز جربته طلع كلامه صحيح. الصوت تمام? مفيش صورة نهائي. الطبيعي ان انا فكيت الجهاز وصلت للبردة نضفتها على قد ما قدرت من الطراب اللي فيها. بصت فيها كده لقيت هنا في مقاومة. اهي محترقة. باين عليها علامة او اه شكل ان هي متفحمة يعني. تمام? وهنا في مكسف طبعا المكسف ده انفجر. طبعا اللي اتنين دول مش في الباور الباور في مكان. ودول موجودين في مكان تاني خالص. ولكن الاهم من ده كله دول بعضه ليه? يعني دي تفحمت وده انفجر ليه? طب هل اللي اتنين دول لهم علاقة ببعض? عاني دي دي في مكان وده في مكان يعني بعيدة عن بعض بمسافة بعيدة? طب ايه اللي هيحصل لو ركبنا مكاومة جديدة? وركبنا مكسف جديد. طبعا انت اواخد بالك وعارف ان انا مجهز مقاومة ومكسف جداد. هتقول لي خلاص كده. هقولك ان في حاجة تانية انا مجهزها اهم من ده كله. بس قبل ما اقولك هي ايه? لازم ان اعرفك انا عرفت ان هي بايزة ازاي? في الحال اللي ازاي كده يوم اركب مكسف ومكاومة جداد يعني لما اركب مكاومة ومكسف جداد بشكل تمام على الجهاز واجأ اشغل هتحصل المشكلة برضو تاني. وهتتحرق المكاومة وهيتحرق المكسف في نفس اللحظة. وبرضو المشكلة ما زالت لسه ما تحلتش. انا طبعا مش بسهولة هقولك ركب مكسف ومكاومة وكزا. وخلصنا الجهاز والجهاز اشتغل مبروك عليك. كده ابقى انا ما وصلت ركش الرسالة بشكل كامل. لازم اعرفك انا عرفت ازاي ان الاتنين دول بايزين طبعا دول بايزين مش محتاجين ان انا اعرف حتى مش محتاجين ان انا ايز باين على المكاومة وباين على المكسف بس الاهم من ده كله لازم ان اعرف التاني او الحاجة اللي بتسبب في احتراق المكسف والمكاومة اللي المشكلة مع بعض. عشان ما ندخلش في تفاصيل كتير وتعالى ندخل في شرح الفيديو على طول. هنبدأ بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة بكل بساطة كده مش محتاج ان انت تقيس المكاومة والمكسف لان هما كده كده بينين بشكل واضح جدا جدا. ولكن هنيجي هنا على البردة من الشكل ده. متبص على المكاومة كده وتدقق عليها كويس. وتيجي هنا هتعرف ان المكاومة موجودة مسلا الطرفين بتوعها هنا. يعني مسلا المكاومة انا شاف ان ده الطرف بتاعها وده الطرف بتاعها. نصيحة سريعة كده. لما تلاقي نفسك بتعمل شوف انا حاطت ايدي على البردة عادي بشكل سليم عادي مفيش مشاكل. بس انا مؤمن ان المكسف مفوش تخزين كهرباء. وفي نفس الوقت الجهاز مش متوصل بالكهرباء. علشان لما تعمل كده تبقى واخد بالك كويس وتحسر. المهم. عندك النقطة دي والنقطة دي هما نقطتين المكاومة. والنقطة دي والنقطة دي هما نقطتين المكسف. كويس جدا. كده احنا هنلعب على الاربع نقط دول. من الاربع نقط دول هنعرف ازا كان هما الاتنين ليهم اتصال ببعض يعني. او لهم علاقة ببعض. ولو لهم علاقة ببعض ايه التاني او ايه السبب التاني اللي بيخليهم يحصل فيهم كده. ونحل المشكلة كمان مع بعض. بس خليك فاكر ان الجهاز ما بيجيبش صورة نهائي ولكن الصوت شغال تمام. معنى كده ان دايرة سليمة مية في المية. كده اخليك تبعد عن الجزء ده خالص. بناء على ايه ابعد عن دارة الباور. بناء على ان حضرتك لما بتعرف ان في مية وعشرة وخارج الشوبر كله سليم. طبعا خارج الشوبر بيبقى هنا. طبعا انت كده عرفت المشكلة ان هي مش في الباور بشكل سليم. هيجي واحد محترم وبني ناس كده ويقول لي ايه دخل ده كله? ما احنا كده كده عارفين ان العطل بتاع الاضاءة في الفتيلة التسعة فولت مش رايحة على الفتيلة. فبكده مش هتحصل اضاءة في الشاشة وبكده تبقى المشكلة زي ما هي. هقول لك انت كده صح بس خليك فاكر ان في نقطة تانية هنتكلم فيها قدام شوية. قبل اي حاجة احنا بنشوف اخر حاجة يعني مسلا عندك المكسف في المنطقة دي. والمكاومة في المنطقة دي. طب هل في عطل تاني هنا كده? يعني في حاجة تانية بايزة من ناحية دي بينا وشايفينها بعيننا وكده? لا ما فيش. يعني اخر حاجة في الجزء ده كده ايه? المكاومة. والمكاومة لها طرف اهو وطرف اهو. يبقى احنا هنبدأ من الطرف ده. تمام? لما نبدأ من الطرف ده سيبك من ان هو مودي على فين? او رايح على فين? خليك اعتقد هي واخدأ من مين الاول. يعني مسلا من هنا لهنا. اصبح ده الطرف التاني للمكاومة. هنمشي معاه ونفضل ماشيين معه المصار بتاعه ونشوفه رايح بنا على فين? انا كده ماشي على المصار والمصار واخدني ورايح بيا على الطرف ده او المكان ده. تمام? كده? وايه طبعا وقفت هنا عند مقاومة. المقاومة واخدأ من هنا لهنا. تمام? وبرضو المصار ماشي بيا على اول او طرف من اطراف المكسف اللي هو ايه? اللي هو فيه? علامة التلف او اللي هو منفجر. تمام? اصبح كده انا اكتشفت ان المقاومة لها علاقة قوية جدا بالمكسف اللي هو اساسا بيكون القيمة بتاعته واحد ميكرو على خمسين فولت. هنكمل واحنا على نفس الطريقة يعني على نفس المكان. تمام? لما تبص على اللي انت وقفت عند الطرف ده كده المقاومة راحت معاك على الطرف اللي عند القافو ده. الطرف التاني للمكسف ده بيكون الارضي. فطبعا ما تقلقش منه وما فيش اي مشاكل منه خالص. لان ده الارضي عادي. احنا خلينا مكملين بالطرف الكهرباء اللي اساسا هو فيه هو اللي فيه المشاكل يعني. رايح بنا برضو كده 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 وجاي على الطرف ده وطبعا الطرف ده بيتكون متوصل من هنا لهنا. اهو من هنا لهنا لان الخط ماشي كده. يبقى دي مقاومة متوصلة على طرف من اطراف اللاين. طرف من اطراف ايه? من اطراف اللاين. كويس جدا. يبقى كده بكل بساطة مشكلة في ملف اللاين. كمان هتحصل مشاكل في المكسف والمقاومة ولما تركب مكسف ومقاومة تاني هيحصل برضو نفس المشاكل فيهم. احنا المفروض نعمل ايه? هنركب هنركب جديد ونشوف. يعني دلوقتي هنشيل مسلا اللاين الاديم. هنشيل مسلاح اللايني testosterان في المحش نفتح العلبة دي وهنطلع منها برضو كابل واخر كابل بيكون موجود هنا اهو. نرك ان السكت بتاع الشاشة تاني مكانه مع البوردة واصبح موجود معنا اللاين واللي حضرتك شايفه بالشكل ده اهو. تمام. تمام. ماشي. في مشاكل في اللاين بيناه انه هو مصد من جوة من هنا. وده طبعا اكبر دليل على ان هو تالف. مش ان هو بينا عليه كمان لا. اللي احنا عملناه من شوية وعرفنا سبب احتراق المقاومة والمكسف. هنرفع بواقي المكسف من البوردة. والمقاومة كذلك الامر. هنركب المكسف الجديد وخليك فاكر ان المكسف الواحد ميكرو على خمسين فولت. طبعا ده ما بيكونش ليه قطبية. يعني ملوش موجب او سالب هتركبه على اي اتجاه. والدليل على كده ولا موجود رسمة موجب وسالب على المكسف اللي انا هركبه. ولا كمان على مكان المكسف اللي المفروض بيركب. فبنركبه على اي اتجاه. طبعا هنركب المقاومة. اه قبل من ركب المقاومة هاكد لك هي ستة كيلو. اهي? ستة كيلو اوم. تمام? آآ كده دي المقاومة وعرفنا هي قد ايه? نركبها. ركبنا مقاومة ركبنا مكسف مش ناقص غير ان احنا نركب اللاين ونجرب ونشوف يا ترى المشكلة فعلا في اللاين ولا آآ تعبنا ده راح على الفاضي. يعني لو المشكلة مش في اللاين بكل بساطة اول ما هنشغل الجهاز هتبص هتلاقي المقاومة في اقل من نص دقيقة اتفهمت والمكسف في اقل من دقيقة انفجر. تمام? ده لو المشكلة مش في اللاين ولكن المشكلة في اللاين. وطبعا خلينا نبقى منتفقين مع بعض ان الاجهزة دي كلها بتبقى شغالة بلاين عشرة عشرة. تيه? عشرة عشرة ايه? تمام? وده طبعا اشهر لاين موجود في السوق. هنركبه. هنركب اللاين في مكانه بشكل صحيح. اهو. اهم حاجة انك تأمن على اللحام كويس. وطول ما انت شغال بكوية لحام نظيفة وكويسة والله هتبقى مرتاح. مش هتغلق خالص. ركبنا براف اللاين. طبعا هنا في طرفين. طرف رفيع سلك رفيع وطرف سلك تخين. علشان ما تتلغبطش ما بينهم. الرفيع هيركب هنا على المكسف السرامي كده. تمام? وبنقفل العلبة مرة تانية. كده انا ركبت كل حاجة. مش نقص غير ان انا هجرب مرتين. مرة دلوقتي ومرة على الشاشة. مرة دلوقتي علشان نشوف المكاومة والمكسف ما يحصلش فيهم حاجة او هيحصل. ومرة تانية هنركب البرد على الشاشة ونشوف الصورة وكل حاجة على الطبيعة. نقعد للجهاز ونجرب منتصف. حاول تخلي آآ جلدة اللاين دي بعيدة عنك علشان آآ صحتك وسلامك. بسم الله. انا كده وصلت جهاز بالكهربا. محتاج مني امر التشغيل. سواء كان من الرمود او ندي له بلصة. كده. حصل ما فيش اي مشاكل خالص. اللاين بدأ يشتغل معي بشكل سليم. نجرب مع بعض كده على الشاشة ونشوف الدنيا فيها ايه. وطبعا كده احنا جينا عشان نجرب الجهاز مع بعض ونشوف النتيجة. اهو اللاين. والمقاومة. والمكسف. بس كده او اشتغل وتمام. ما فيش اي مشاكل نهائي والحمد لله. وكده نكون وصلنا نهاية الحلقة. اشوفكم فيديو جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.